إذا كنت محباً للمنتخب الجزائري لا تنسى الضغط على زر الاشتراك وزر الإعجاب بالفيديو حتى يصلك كل جديد أعلن نادي نيس الفرنسي اليوم الثلاثة غياب لاعبه الجزائري يوسف عطان لمدة قد تصل إلى 6 أسابيع كاملة وأصيب الدول الجزائري الذي حل محل زميله جوردان لوتومبا في مواجهة نيس أمام كليرمونت في الدور الفرنسي لكورة القدم بعد سقوطه على كاتفه وكشف مدرب النادي الفرنسي كريستوف غالتي أن الدول الجزائري سيغيب عن مباراة الغد أمام مارسيليا في الدور الربع نهائي من منافسة الكأس ونقل النادي تصريح للمدرب قال فيه يوسف عطال تعرض لكسر في عظمة الترقاوة وهو المكان الذي أصيب فيه عام 2019 خلال كأس أمم إفريقيا سقط عليه مرة أخرى وأوضح أن اللاعب لديه كسر في المكان نفسه مما أدى إلى غيابه من 4 إلى 6 أسابيع والأحد الماضي غادر اللاعب السابق لنادي باردو أرضية الملعب الدقيقة الرابعة والخمسين من اللقاء الذي خسر فيه نيس أمام كليرمونت بهدف دون رجل لحساب الجولة الثالثة والعشرين من الدور الفرنسي وبات الدول الجزائري مهددا بالغياب عن مباراة المنتخب الجزائري أمام الكاميرون في الدور الفاصل من تصفيات بطولة كأس العالم قطر 2022